ويا مرحبا باحلى متابعين وين احنا اليوم انتو عارفين وين هذا المكان احنا اليوم موجودين بالويرهاوس شو يعني يزيد انك موجود بالويرهاوس يعني هذا اللي قدامي يخوان طولنا وتخرنا ولازم نتحرك شوي ولازم نجيب شحنات اسرع ونستثمر مصارينا اسرع لانه المبلغ اللي صار عندنا هون لازم نوصله للمئة الف في اسرع وقت وهاي الطريق راح تكون مليئة بانه نشتري بضاعة ونبيحة ونشتري ونبيح ونروح اقوى دول ونبيح ونروح برضو قراش سيل وممكن لقدام نشتري سيارات وممكن نشتري اشياء تانية بس بالاخر راح نضلنا في نفس المجال اللي هو بشكل عام التجارة وراح نورجي العالم كله انه قادرين نحول مئة وخمسين دولار لمئة الف دولار قطعنا شوط كبير واللسه ضايل علينا برضو شوط كبير عشان نوصل لهدفنا فبحلقتنا اليوم جايب لكم كمان لوت صح اللي بسعر كثير مناسب هلا راح نفتح مع العرض نشوف ايش ايجا معانا جو هذولة البوكسات العشوائية واذا بتكون تسألوني انا من من جايبهم هذولة يعدوا بضاعة امازون ولكن هاي المرة المفروض انه مختلف انه هاي البضاعة بضاعة مخصصة للمنازل ونشوف هل كان ورثة اني اشتري هذول البضاعة ولا ممكن نخسر فيهم وما يكون مستاهل حقهم بس قبل من بلش الحلقة اعمل الاشتراك عشان يوصل لكل شي جديد طيب اخوان وهذول هم اللي شايفين هم الاربع بوكسات اللي امامنا يعني انا اتوقع كل باكسة فيهم وزنها رح يكون اقل اشي تلاتين باوند تمام وخلينا نشوف هون شو اول الاشياء اللي بتطلع لنا اول الاشياء اللي فتحنا فيها البوكسة هو عبارة عن كيبورد 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 وان صراحة عندي يعني تجربة منيحة مع الكيبورد الكيبوردات تعد من الايتمات اللي عليها طلب واستخدام عالي وخصوصا لما يكون كيبورد مميز في الطريقة اللي احنا شايفينها قدامنا طبعا دور جيكم التفاصيل هون هاي المادة المستخدمينها في الكيبورد جدا رطيفة تعطيك اريحية وانت بتستخدم في الكمبيوتر واتوقع هذا الكيبورد لاستخدامات الساعات الطويلة رح يكون مريح جدا لانه مصممينه بطريقة جدا مميزة فطبعا خلال هاي الحلقة رح تشوفوا الاسعار رح احط لكم اياها هون وانتوا كمان بنفس الوقت تكونوا عارفين وامتبعين معاي على السريع كم كل ايتم بسوى وبنهاية الحلقة رح اريحكم من كل الحسابات وعطيكم قديش الناتج وقديش مجموعة الربح المتوقع في هاي الشحنة وقديش برضه استثمرنا فيها مصاري وننزل اول كرتون الى تحت شوي يعني بحيث اني اكون قريب عليكم فهيك عالسريع بتعرف انك انت محظوظ واول قطعة بتلاقيها بالشحنة مع انها معروضة غلط تيجي بصالحك وبطلع هذا الكيبورد يا اخوان 220 دولار انا هذا السعر اللي بحكي لكم اياه سعر ما بيوع فيه هو على الايبيد وبالمناسبة اخوان انا خطر عبالي هديك المرة فكرة رح نعملها ونطبقها مع بعض واكتبوا لي تحت بالتعليقات هل الفكرة عجبتكم وهل انا لازم اعمل هيك اشي الفكرة الخطط عبالي انه بما انه انتو دعمتوني اوصل للمكان اللي انا فيه فانا حابب اني ارجع هذا الاشي لجمهوري وادعمه زي ما هو بدعمني والطريقة اللي رح اقدر فيها ادعمكم زي ما انتو بتدعموني هي عن طريق ان اعمل خصم خرافي على صفحاتنا على الايبيد ورح يكون فيه كود خاص فقط لمتابعين الكاريوس يعني ما احد يبديني رح يعرف هذا الكود الا اذا كان بتابعني ورح يشوف هذا الكود من خلال الفيديوهات وهذا الخصم رح يكون خصم ناريب اوعدكم فيه وان شاء الله رح اجيب لكم خصمات وعروض واسعار على منتجات تشتروها لو كنتوا برا اميركا حتى سعر هيكون بالنسبة لكم كثير خرافي وبهاي الطريقة الكل بكون استفاد وبنقدر نوقفها بعض انكم انتو تدعموني وانا اقدر اردلكم هذا الدعم ولو باشي بسيط ولو ان كان خصم بحيث انكم تقدروا تحصلوا السعر الهول سيل اللي انا بقدر احصله هذي اخوان طلته من تحت انفكرة من امز بس وين امز اتوقع هذا المنتج سعره فيه خلينا على السريع ادقه واشوف شو سعره هو منتج يستخدم للتصميم يعني على سبيل المثال عندك باقة ورد وبدك تزين المزهرية بتدير فيه هذا المنتج وبطلع معاك بالشكل اللي نحنا شايفينه قدامنا وسعره على الامازون للعلبة اللي شفناه قدامنا 22 دولار اما بالنسبة للمنتج اللي بعديه فطلع معانا هذا المنتج اللي نحنا شايفينه قدامنا ولا اتوقع كل البنات الصغار بالعمر بحبوا ان يكون عندهم بطانية عليها يونيكورن خصوصا ازا كانت البطانية كوزي وحلوة زي البطانية اللي قدامنا فبدون ما اوسخها البطانية وافتحها كل شي مبين معاي من برا صار الوقت اني اشوف اونلاين قديش سعرها وعطيكم لمحة سريعة عن سعرها بامازون طبعا معلومة سريعة واذكركم انو الاسعار اللي عم بعطيكم اياها هي اسعار امازون بدك تسألني زيت شو بيفرق سعر امازون عن سعر اي باي سعر اي باي عادة بكون اقل من سعر امازون بحكم انو اي باي معروف عليه انو موقع بتجيب فيه برديل في امرات بكون السعر على اي باي اعلى من السعر على امازون رح تسألني يا زيت شو السبب بكل بساطة انو امازون عليه اشتراك رح تجع تسأل حالك تقولي زيت شو يعني امازون عليه اشتراك بخلي اي باي يكون ارخص او انو اغلى عزيز المشاهد لما يكون فيه سوق عليه اشتراك مثل كاسكو او امازون هذا بمنع فئة معينة او فئة كبيرة للغير مشتركين انهم يشتروا من هاي الصفحة يعني على سبيل المثال انا بدي اشتري منتج ارخص شوي من كاسكو بس انا بدي لازم اشترك ب60 دولار فلا بدفع في مكان تاني 65 ولا اني اروح اشترك في كاسكو نفس المبدأ بيصير عندك بامازون فيه ناس بتقولك مثلا بده ما اشترك بطريات لعبة على امازون ولازم ادفع عليهم شحن اضافي بحكم انه انا ما عندي اشتراك مع امازون فبروح على اي بي بدفع اكم من دولار زيادة وبوصلني المنتج بدون ما اشترك فالموضوع دائما باعتمد هل عندك اشتراك ولا ما عندك اشتراك فخلينا نكمل واحكي لكم قديش سعر هاي البطنية طلع معانا سعرها 33 دولار اتوقع انا على اي بي هيك منتج تقدر تبيعه 18-19 دولار اما بالنسبة للمنتج التالت زيادة سلامية الكاريوس طبعا للي ما بعرف انا عندي صفحة على التيك توك وعلى الفيسبوك وعلى غيرها كتير من البلاتفورمز بحكي فيها عن منتجات السيارات ومعلومات عن السيارات عشان هيك لما شفتها قلت هاي منتج للكاريوس وان شاء الله بعملكم عنها حلقة ومنجرب هذا المنتج مع بعض فكرة هذا المنتج انه يعطيك طبقة اسفنجية اضافية للكرسي بحيث انها تعطيك راحة اثناء القيادة وصراحة الكواليتي اللي انا شايفها قدامي كواليتي جدا عالية قاعدة عم بتخليني افكر اني اخذ منها واحدة للي وتكون استعمار شخصي وصراحة شايفه مرتب والتفاصيل والمسكات اللي فيه شكلها مرتبين ولكن المفاجأة انه ما ايجاني منتج واحد منه ولكن الى الان انا شايف منها حبتين فخليني اخب بهاي للي على جنب عشان نجربها ونعمل عنها حلقة على التيك توك اما بالنسبة للمنتج التاني فرح اعرضه ولكن قبل ما اعرضه خلينا اشوف لكم قديش تقريبا ممكن يكون بسوى تمام يا صديقي العزيز وبعد ما اعملت بحث هذا المنتج بطل ينباع على امازون نفسه 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 ولكن لما بحثت اكتشفت انه سعره بسوى 38 دولار ولكن اذا اجيت علي كزيدو على الاسعار اللي انا اريد بعرضها على صفحاتنا ان كانت سمرمز او تشوشولاند فدائما اسعارنا في المتناول اليد فهيك منتج مع انه بنباع اونلاين ب38 دولار ولكن راح تلاقوه موجود قبل الخصم تقريبا من 15 ل 20 دولار على حسب الطلب عليه وعلى حسب قديش مبيوعه على اي باي وقديش الضغط عليه فمكملين بالبوكسات اللي معانا خلينا نشوف شو موجود جوا شو هذا المنتج يا صديق العزيز هذي اللي بتحطها بالحمام واللي من خلالها بتقدر تعلق مناديل الحمام وبناء على الكلام هذا ببين هل هي براندة مرتبة ولا لا فدخلي سريعة على اي باي وسعر هذا المنتج اللي معاي 12 دولار بالنسبة لعلاقة اني يكون سعرها 12 دولار فهو فعليا هذا المنتج منيح بس السؤال اللي بطرح نفسه هل هذا المنتج منيح للي اني اعرضه اونلاين انا كزيد بقولك اه ومش اه كله باعتمد على قديش انا ببيع منها باليوم وهل هذا المنتج هات وبيعتمد قديش انا سعرها علي ولكن 12 دولار طب ما هاي شحن لحالها راح تكلفني اقل اشي 5 دولار وفيز لو بعتها على 12 راح يخدوا مني تقريبا 2 دولار وهي 5 ودولارين وهي 7 وغير النص دولار فيه وغير وغير وكيس وليبل وكوستها فشو بدي ضليلك منها فانا صراحة هذول هيك منتجات ما بنصحك تشتري منهم كميات كبيرة الا اذا كان عليهم طلب عالي انه انا والله باليوم ابيع لمية حبة منهم او مثلا 20 او 50 خلص حطه مرة واحدة وطلع مرة واحدة وهيك انت تعمل ربحك مرة واحدة اما انك انت تكون بتبيع واحدة كل شهر فما اطقع انه منتج جيد ولكن بالاخر لكل منتج قواعد وشروط وظروف ووقت ممكن تبيعه في اعلى سعر وفي اعلى كميات فانت حاول جمع المعلومات كلها وبخلاصتها تقدر تطلع بالنتيجة اللي ان شاء الله تكون من صالحكم وتقدر تستفيدوا من هاي المعلومات فبالنسبة للمنتج اللي بعديه فهو منتج هودد بونشو ولكن البونشو هو عبارة عن زي جرزاي بكون معمولة اغلب الوقت يدويا وبيجي الها طاقية بس ما بيجي الها كمام يعني انت بتلبسها لبس ولكن البونشو اللي موجود معانا هون هو بونشو للاطفال صراحة منتج كتير حلو انا شخصيا عندي بونشو بالبيت وهاي البونشو كتير بحبها لونها اسود وعليها رسمة احصان كتير حلوة فخلينا على السريع نشوف قديش سعرها اونلاين سعره هذا المنتج 25 دولار فاذا حابين تعرفوا قديش رح ينباع وقديش رح نارضوا على اي باي خليكم لاخر الحلقة اما بالنسبة يا حبايب للمنتج اللي بعديه هاي ست للحمام نهاي لو اني عرضتها اسبوع قبل الفالنتاين بوعدكم وعد انو كان راحت ولكن هلأ بعد الفالنتاين بدك تستنى العاشق المجنون اللي يجي ويقرر غير ديزاين الحمام ويقلبه من حمام طبيعي لحمام الورود وترك لكم المجال تكتبولي بالتعليقات لو اخذت هذا المنتج جيب بلاش هل راح تزين حمامك بهاي الطريقة جيب طقم للحمام يكون كله ورود من عند سمرامس معك برومو كود امورك مية مية لو حبيتوا تشتروا نفس المنتج نفسه 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 وعلى امازون راح تحصلوا بستة وعشرين دولار شو ستة وعشرين دولار فبالنسبة لاخر منتجين معانا بالبوكس الاولى فهون ضل معاي هذا المنتج اللي انا صراحة لاحظ انو هادولة المنتجات مش بس بيطلعوا بامازون او بيطلعوا في كل شحنات الدنيا هادولة يعني منتج جدا مناسب ولكن بخسر قيمته تقريبا كاملة اذا نفتح السحاب والمنتج اللي جوة توسخ فطالما المنتج يمصفط بهاي الطريقة اللي احنا شايفينها قدامنا تقدر تبيعه بالسعر البدكية فهذا القسم بسموه يا اخوان البدنج للي مقبل على التجارة سكشن البدنج يعتبر سكشن كثير صعب وما تدخل فيه الا اذا كانت ابضعتك كلها جديدة وغير مستعمدة فهيك منتج يا صديق العزيز تسعة وعشرين دولار والمنتج هذا عبارة عن ست قطع بيغطي لك المخدات بيغطي لك شرشف للتاخت وكمان شرشف بيجي فوق اتخذ اما بالنسبة للمنتج الاخير اللي موجود معانا بالبوكس الاولى فنحنا معانا هون اشي اسمه سنت وارمر والسنت وارمر هو عبارة عن منتج انت بتحط فيه مادة سائلة وهاي المادة بتكون مادة عطرية بحيث انك انت تعطر المكان عن طريق تسخين هذا المعطر والحلو انه هذا المعطر عبارة عن ديزاين خارجي بحيث انه بعطيك منظر للقاعدة فصراحة بعد ما شيكت على هذا المنتج طلع سعره اونلاين حوالي 18 دولار فهيك بتكون فضية معانا اول بوكس هون وصار الوقت انه نفتح البوكس التانية طيب اخوان شو طلع معانا كمان منتجات اتوقع لكم هدولة اللي بيجمعوا فيهم الاوساخ للمكانس الكهربائية وهي البراند هي البراند الخاصة في والمارت فهدولة ما بتفاعل فيهم كتير لانه ما اتوقع سعرهم غالي يعني والمارت عنده براند خاصة فيه وهي البراند هي البراند اللي اسمها زي ما موجود بالبلاد العربية عندنا سيفوي كارفور كتير غيرها براندات يعني هاي الباك اللي فيها بس على امازون عم تنباع 21 دولار يعني هدولة البوكستين بقدر ابيعهم بندل 35 وهيك منتجات مفروض انه سعرها لما تيجي تبيعه ما ينزل لانه اساسي فانا بالبداية توقعت انه سعرهم كتير خيص ولكن لما عرفت انه العلبة بتنباع بعشرين فبقدر اقول لك يا صديقي العزيز انه هيك منتج اساسي بيستخدم مثلا للمكانسة الكهربائية راح نقدر نبيعه ان شاء الله على اي بيت تنين مع بعض 35 او اذا كان واحد لحاله على 20 دولار فخلينا ننتقل على المنتج اللي بعديه طبعا اخوان صراحة انا كثير عم بشوف قدامي منتجات انا ما راح ادقلكم على سعرهم يعني مثلا عندك هاي تبعة الحمام مش هال منتج اللي انت بدك تبيعه انلاين ولكن اقولكم ما بفشلكم بدكم تعرفوا قديش سعرها ولا اخوان اقولكم والله انه اليوم في اشياء قاعدة بتصدمني طب مين قال انه هاد المنتج المطعوج انه راح يجيب على اي بيت 22 دولار 21 و 18 بس منيح اللي شيكته اخوانا هيك هيك دائما هيك يعني شايفين انا الاغلاط ما راح اقصها هاي وراح اخليها عشان تعرف وانه ما حدا معصوم عن انه يفكر منتج ما بسوى ويطلع بالاخر يسوى وانه مثلا يفكر انه والله اه هذا لا دايما دقك خلي بالك طويلة دايما شيك على اسعار لانه هاي هاي انا كنت والله مفكرها خمسة دولار بس 22 دولار وانا بكون جايبها بسعر حلو وتبيعها مع مبيعات تاني كتير انت تكون مطلعها بنفس اليوم ولو جبت لك كاسة قهوة ووفرت عليك سعر القهوة فطرما مطلع انت قررات بنفس اليوم ومطلعها معاك فامورك تمام وانت ماشي بالطريق الصحيق فليك مستمر فشو كمان معانا منتجات عنا هون سجاتين وهدول السجاتين يعتبروا للحمام ومش بعتين لنا منها حبة لأ بعتين لنا منها اكتر من حبة بس الاشي اللي عجبني فيه ولفت انتباهي على السريع انه هدولا مبينين براند جدا مرتبة يعني مبين من الفاكيجينج والطريقة اللي لفين فيها السجادات فعالسريع خلينا برضو ندقها ونشوف قديش سعرها فهدول يا صديق العزيز من براند اسمها آليبي وهاي اللي براند ببيعوا هدول السجادات على 25 دولار لكل سجاتين وانا هون في عندي تنتين يعني هدولا لحالهم راح ينباعوا ان شاء الله على 50 دولار فمنكمل ومنشوف شو هادا المنتج اللي معانا هون هو عبارة عن شمعة مصنوعة من الشمع تبع النحل فزي ما انتوا شايفين معانا اوه صراحة ريحته واو طيب عشان ما احيركم واحير حالي خلينا نشوف على امازون قدي سعرها طيب اخوانوا بعد بحث عميق وبعد ما شفت قديش اسعارهم اونلاين ما شفت منها مبيعات كثير مش على امازون امازون بطر يبيعوها زي ما شفت سعرها على اي باي تمام وبرضو ما لقيت منها مبيوع يعني انا بس طلعت على الاسعار اللي شاء مش مبيوعة لقيتها بخمستاش بطمنتاش بتسعتاش شو في عنا هون يا صديقي اتوقع لك انه هاي هي سلة انت بتقدر تعلقها على الحيط وتحط فيها اشياء هي عبارة عن علاقات للحيط بحيث انك تقدر تحط فيهم بزريعة بتقدر تحط فيهم اغراضك بتقدر تحطهم بالغرفة او اي مكان انت بدك اياه وداخل هذا المنتج بيجي عندك قطعتين ودور القطعتين سعرهم على امازون عبارة عن خمستاشر دولار علي بعده اما بالنسبة لهذا المنتج طيب يا صديقي العزيز الظاهر انه هذا المنتج هو منتج معقم راح اورجيكم اياه هون تمام ولقيت هذا المنتج عندي هون سعره تمنتاشر دولار بنباع على امازون هما بيعتبروه بايو جريد جل هذا للمصارف هو جل للمصارف وهيك بعد ما تأكدن انه خزننا المنتج فيه مكان امن نقدر نكمل ونشوف شو ضائل معانا فشو هذا المنتج اللي موجود هون هذا هو عبارة عن فريم انت من خلاله بتقدر اتركب البوستر او اذا كان فيه عندك صورة بتقدر تركبها عبارة عن خشبات مغناطسية بنفكوا وبتركبوا بكل سهولة الفريم هو بكون عبارة عن هيك تعرض اللوحة قال ما بدك وتزيد طولها واستل هذا الفريم مفروض انه يقدر يشلك هاي اللوحات صراحة اول مرة بشوف هيك منتج وصراحة المنتج حلو ولطيف تقدر تحطه بهذا الفريم وطبعا ما مننساه صغر حجمه تمام فبالنسبة لهذا المنتج لو شيكناه على امازون راح نلاقي سعره 17 دولار اما بالنسبة لاخر منتجين فهم عبارة عن كتلة صوف هون وهون كمان عندنا تاولز يعني بشاكير او قطع قماشية لتنظيف الزجاج او الشبابيك وهون عندنا كرات خيوط قطنية تقدر تعمل منها نسيج تقدر تعمل منها طواقي وملبوسات فخلينا نشيك على اسعارهم التنين مع بعض وحكي لكم قديش سعرهم التنين فبالنسبة لاول منتج اللي معانا هون سعر الطوبتين هدولة 15 دولار واما بالنسبة لمنظفات الزجاج فسعرهم على امازون 14 دولار وهيك يا اخوان البوكس التاني بتكون صارت معانا فاضية فخلينا اسحب الشحنة هالا ورا ونقول يا رب طيب يا صديقي العزيز ومن اول ما فتحت البوكس واكتشفت انه في منتجين نحنا طلعوا معانا من قبل فخلينا امرق عليهم على السريع المنتج الاول اللي هو طلع معانا قبل شوي ولكن هاي بدل حبة ايجانا حبتين اما بالنسبة للمنتج تاني اللي لقاط انه موجود معانا هون ولكن نحنا طلعناه من قبل هاي كمان حبتين صار عنا توتل اربع حبات فخلينا مكملين شو هدول المنتجات مبينين زي شواحن الايفون طبعا الشباب مش مقصرين فيهم هدول بعتين لنا منهم اربع كياس نروح على المعلم امازون ونقول له يا صديقي قديش سعر هاي المنتجات فبرد علينا الامازون وبكل بساطة بيحكي لنا الاربع حبات بنباعه عندي على امازون بعشرين دولار ومش بس هيك عليهم شوية تمنحة هذا الاشي بيفائلني وبخليني افكر انه هدول المنتجات ممكن يروحوا على طبعا برضه من احدى الشغلات اللفتة انتباهي لما فتحت هاي البوكس بقول لي ازانا مش مالهم علينا بهدول القصص هدول اللي بتقدر تعمل منهم الفروز اللي بيجوا على الكنبيات الفروز اللي هي الاحرام لالكنباي ومش بعتين لنا واحد بعتين لنا اتنين فخلينا نشوف هدول التنتين قديش سعرهم على امازون طبعا هدول يا صديق العزيز سولد اوت على امازون ولكن داروح على الايبي واشوف لكم قديش اسعارهم لانه شكلهم سولد اوت والسولد اوت يعني بتعني اشياء كتير تعني انه ممكن الايتم كان سيء لدرجة انه ما كان يبيع او انه كان كتير منيح وباع كل شي موجود هيك طب ملونة حبة واحدة بتيجي عندك سعرها 17 دولار بتقدر تبيع التنتين على 25 دولار زي ما احنا موجود عندنا هون فهدول التنتين مع بعض وكمان تنتين اللي يجونا بقدر احكي لكم تقريبيا بنقدر نبيعهم على 50 دولار فاللي موجود معانا هون هو عبارة عن برادي فانا ما بدي افتحهم واخرب شكلهم ومنظرهم صديقي اخوان هاي البرداي شكلها كتير مرتا وبتيجي عبارة عن بردايتين مكسومين بين النص وشكلها كتير حلو ومناسب فبالنسبة لسعر هيك برداي فانت على امازون تتوقع يكون سعرها 40 دولار رح تسألني مرة من قبل حكالي اذا انا عايش ناسي باي بلد اوروبية ولكن قلي مو معقول انه بامريكا برداي بتنباع ايامها كانت ب60 دولار كنت حاكي انه ب69 دولار وفعليا لما بعدت له اسم الايتم على الاي باي ودقها وشاف انه جد هي بتسوها القدة انصدم وحكالي زيد مش معقول كيف الاسعار عندكم بامريكا فيه برادة بخمسة دولار وبرادة بمية والافات وميات الولوف صحيح امازون بتلاقي برداي بعشرة دولار تلاقي برداي باربعين وتلاقي برداي بمية وتلاقي برداي اغلى منها بتير كله باعتمد على المواد المستخدمة وشو جودة المنتج اللي معانا فعالسريع برضو طلع معانا هذا المنتج هذا المنتج ما اتوقع بسوى كتير لانه بالكتير ديكون سعره بالولمار 3 ا 4 دولار ولكن انصدمنا كتير في هالحلقة بس هذا لا ما رح يصدمنا هه خلينا اشوف لكم اياه 7 دولار وهيك منتجات صراحة بالعادة بتروح استعمال شخصي ولكن انا مش محب لرائحة البومكين وهاي رائحة بتيعني لها موسم معين باميركا وهو موسم الهلوين اللي بيجي بشهر العشرة بعشان هيك انا مش كتير من محبين ريحة البومكين فراح يروح على قسم العرض خلينا احكي لكم عن اخر منتجين موجودين في هاي البوكس مرة واحدة والمنتج الاول اللي معانا وهو عبارة عن منتج لمناديل المطبخ انا شايف صراحة انه اموره تمام شغال واموره تمام مقارنة بباقي الديزاينات اللي تعد عادية وما فيها اي نوع من انه تقول مثلا هاي سبيشل اما اللي عنا هون فلحال هالطريقة هاي كيف بتفتح بتسكر تعمل هذا المنتج سبيشل فلو حبينا نعرف هيك منتج قديش بسوى على الامازون فبحيحب اقولك يا صديق العزيز انه بسوى 20 دولار وهذا هو بكون المنتج الاخير معانا في هاي البوكسة والمنتج اللي معانا هو هون اللي هو للصبون بنزلك الصبون بطريقة اوتوماتيكية وسعره على امازون عبارة عن 12 دولار وهيك بتكون البوكسة القبل الاخيرة صارت فاضية وصار الوقت نشوف اخر بوكسة فالبوكسة الاخيرة هي عبارة عن اكم من منتج مكررين خلينا على السريع نشوف شو هذا المنتج اللي معانا هون فأنتو بتقدروا تسلوا حالكم وتتوقعوا شو هذا المنتج اللي موجود انا بقول عدة هذا يا صديقي العزيز انت بتقدر تعمل للشوز تبعك او للدريس او لبلوزة او اي قطعة انت عندك اياها كنباي سيارة هذا بقدر يخليك تعمل وتضيف عليها لمسة بقدر اقول لك انها لمسة ونثوية لانه عندك وشياء هيك بسيطة ولكن هذا الجهاز للي بده يعمل تصميم وبده يعمل اضافات حلوة فهو جهاز جدا حلو زي ما انتو شايفين هون عدة كاملة انت عندك موجودة كل هذا الحك يا صديقي العزيز على 24 دولار بعد ما شفنا هداك المنتج راودني هذا المنتج اللي لفت انتباهي وزي ما انتو شايفين معانا هدولة مسكات للطنجرة فارفلوني هاي معلم تمسك فيها الطنجرة عشان ما تنحرق ايدك او ما تنحرق ايد المدام او الوالدة او الوالد فبكون عندك بالدار زي مسكات على شكل الباستا صراحة عجبوني كثير وحلوين وهلا بدي احكي لكم قديش سعرهم على امازون فهذا المنتج يا صديقي العزيز على امازون سعره 24 دولار اما بالنسبة لاخر منتجين موجودين معانا لحلقتنا لليوم هو منتج الديكوزي هذا المنتج زي ما قلت لكم هاي هي الكلمة اللي علكت عليها اللي هي هاي بامير كثير بستعملوها فانا ما بدي افتحه بس تقدر تشوفه من هون ملمسه جدا ناعم وجدا لطيف وعجبني فيه الباكيجينج والطريقة اللي حطينها فيها فهدول يا صديقي العزيز بعد تشريكهم على امازون سعرهم 22 دولار طب يا اخوان بس قبل ما نروح لازم اشرح لكم قديش فيه معانا نحنا بالبنك تبعنا والسؤال الاهم من هذا كله رح تقول لي زيد طب انت قديش شريتها هاي الشحنة انا صراحة كزيد بحكي لك لولا الكيبورد انه فيه باعة مضمونة وسعره عالي الشحنة ولابد يجي بتسألني انا كزيد هل انا كزيد شغلي بهاي البضاعة لا 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 انا مو شغلي بهاي البضاعة انا هاي البضاعة عم بحسبها اني انا كزيد عم بتعلم معاكم من جديد انا كزيد بالوقت الحالي اللي موجود فيه بقدر اجيب بضاعة كتير احسن باسعار احسن بكميات اكبر وبكواليتي كتير اعلى من هيك عشان نوضح الصورة للمتابعين اذا فيه حدا حب يعمل بزنس ويتواصل معاي فكون عارف انه هذا اللي عم نعمله هو بداية جديدة مع المتابعين ولكن البضاعة اللي نحن منقدر نوصلها والبضاعة اللي منقدر نأمنها هي top brands واعلى brandات موجودة في اميركا واذا حبيت تشوف هاي التفاصيل وتشوف البراندات اللي نحن منحملها فما عليك الا تدخل على www.samarams.com او تدخلوا على الاي باي شوب تبعنا تحت اسم سامارامز برضو وهلأ صار الوقت اترككم بمبيعاتنا بقديش صار اي باي بسوة قديش اليوم دفعنا فكل هاي التفاصيل راح تشوفوها كمان شوي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة